اشتركوا في القناة وفي السياق قالت وزارة الدفاع الروسية ان الهجمات الجوية والصاروخية تتابعها بعض الهجمات البرية من شبه جزيرة القرمة الروس اعلنوا انهم في الضربات الاولى دمروا ثمانين موقعا اوكرانيا عسكريا وفيما يلس نذكر عددا من الاسلحة التي استخدمتها روسيا في الهجوم على اوكرانيا اول هذه الاسلحة المركبات الارضية ويبدو ان الدبابات والمدرعات الروسية واجهت بعض المقاومة في بداية صراع ففي بلدة جلوغوفا الشمالية الشرقية بالقرب من الحدود الروسية تم تدمير رتل من دبابات تي سافنتي تو بواسطة صواريخ جافلين المضادات للدبابات التي قدمتها الولايات المتحدة لاوكرانيا ووفقا لبيان الحكومة الاوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعية اظهر دبابة روسية تحترف واتظهر ايضا العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي يزعم انها من داخل اوكرانيا مركبات عسكرية روسية مرسومة بمعرفات حرف زد تهدف الى المساعدة في تجنب حوادث النيران الصديقة الطائرات اثناء محاصرته لاوكرانيا في الاسابيع الاخيرة قدم الجيش الروسي مجموعة من الطائرات القادرة على اطلاق صواريخ موجهة جوارد او اسقاط ذخائر غير موجهة مثل القنابل العنقودية او المتشضية وفي سياق قال مسئول دفاعي امريكي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بموجه بالقواعد الاساسية التي حددها البنتاجون ان التقييمات الامريكية المبكرة تظهر ان حوالي 75 قادفة روسية ثابتة جنحين شاركت في غارات جوية اولية في جميع انحاء اوكرانيا مع التركيز بشكل اساسي على اضعاف الدفاعات الجوية الاوكرانية ومستودعات الذخيرة والمطارات وقال الجيش الاوكراني ان مزيجا من حوالي 20 طائرة هاليكوبتر هجومية ونقل هجمت مطار هستوميل خارج كيفا ويزعم ان مقطع فيديو يظهر طائرات هاليكوبتر منترازي مي ايد تم تدولها على وسائل التواصل الاجتماعية وانشر الجيش الاوكراني مقطع فيديو لطائرة معادية تحطمت في احد الحقول قال مسؤولون اوكرانيون ان القوات العسكرية الروسية يبدو انها تعطي الاولوية للبنية التحتية الاساسية باستخدام القوات الجوية فمثلا تم ضرب محطة طاقة حرارية بالقرب من كيف في اليوم الاول وفيما يتعلق بالمدفعية الثقيلة قال مراقبون انه كان من المتوقع ان يسحب جيش الروسي المدفعية الثقيلة التي حجدها في شهور السابقة للغزم قرب الحدود الاوكرانية مستخدما صواريخ باليستية قصيرة المدى وصواريخ كروزة ومدفعية عالية القوى لضرب اهداف عسكرية ومنشآت حكومية وبحسب مسئول دفاعي امريكي فالقوات الروسية اطلقت حتى الاسبوع الاول اكثر من 160 صاروخا على اوكرانيا معظمها اسلحة باليستية قصيرة ومتوسطة المدى وقال المسئول ان روسيا استخدمت على ما يبدو صواريخ كروز وصواريخ اردجا وصواريخ تطلق من البحر القوات البرية كما وزعت القنوات الحكومية الاوكرانية الرسمية صورا يزعم انها تظهر جنود الروس اسرة بما في ذلك عملاء المخابرات الروسية ويزعم انهم محتجزون في منطقة تشيروني حيفا الشمالية ويعتبر الطريق السريع كما سرى استراتيجيا يربط كيف بالحدود الاوكرانية المشتركة مع روسيا البيضاء وروسيا وتشير الصور الاخرى التي لم يتم التحقق منها والتي تزعم انها تظهر جنودا روس في الاسر الى ان بعضا منهم مجهز بشكل متواضع فقط وفي احد مقاطع الفيديو التي وزعتها القوات المسلحة الاوكرانية يزعم ان جنديين روس احتجزا يحملان بنادق قديمة من نوع اي كي بدون اي بصريات متطورة او اشعة ليزر تحت الحمراء وهو امر شائع بالنسبة للقوات العسكرية التقليدية كما اظهرت الصور حرابا يعود تاريخها الى سنوات ما قبل الحقبة السوفيتية بالاضافة الى شريط احمر حول ادرعهم وارجلهم ربما لتحديدهم كقوة صديقة بسبب التشابه بالزي الروسي والاسلحة ايضا مع الاوكرانيين تسأل الخبراء في بداية غزو اوكرانيا ان كان يمكن لصواريخ جافلين المضادة للدبابات ان تبطئ من التقدم الروسية فقد قام البنتاجون بالتسليح القوات الاوكرانية بعدد من صواريخ جافلين المضادة للدبابات وهي اسلحة غالبا ما تستخدمها وحدة صغيرة عالية المناورة راجلة لاستهداف وتدمير الدبابات من مسافة بعيدة من ميل الى ميلين كحد اقصى والسؤال هنا ما هو نوع التأثير المحتمل على الدبابات الروسية التي تتدفق بسرعة الى شرق اوكرانيا ففي القتال في السابق ظهرت صواريخ جافلين القدرة على تدمير الدبابات حيث تم استخدام الاسلحة لاول مرة ضد الدبابات التي سفينتي تول عراقية خلال غزو العراق في عام 2003 ويمكن ان يتم تفكيك صواريخ جافلين لتعمل كسلاح محمول على الكتف تستخدمه مجموعات صغيرة من الجنود اثناء التنقل وايضا تثبيته على منصة واطلاق النار من المركبات التكتيكية مثل عربات الدفع الربعية والغرب يعول على هذا السلاح واسلحة اخرى مضادة للدروع غربية المنشأ لكن هناك بعض الامور التي يشب مراعاتها فلو القينا نظرة سريعة على الجغرافيا نرى ان شرق اوكرانيا عبارة عن سهول وهضاب الى حد كبير في حين ان الجزء الغربي من البلاد جبلي فمن اجل ان تكون هذه الصواريخ فعالة الى حد اقصى فمن الافضل اطلاقها من كتف جنود من مواقع محصنة او مواقع مخفية مما يعني ضرورة وجود صخور او اشجار او التضاريس عالي المستوية لذلك قد لا تكون التضاريس في شرق اوكرانيا في بداية صراع الموقع الامثل لشن اجمات الكر والفرع للدبابات الروسية فاذا كان الجنود الذين يهجمون بصوريخ الجافلين غير قادرين على اخفاء نقاط هجومهم هنا بالطبع سيكونون عرضة لتقدم التشكيلات الالية الروسية واقل فعالية في اقافها فاسطا عندما يتقدم المشهة الى الامام وبرفقة الدروع لحمايتها في نهاية قد تكون نية الغرب مع صوريخ الجافلين في الغالب هي ابطأ او اعاقة او اخراج الغزو الروسي عن مساره دون توقع بالضرورة وقف التقدم الروسي بالكامل يمكن ان ترفع جافلين بالتأكيد تكلفة هجوم روسي من خلال الحق اصابات عند القوات المهاجمة ومن المحتمل ان تتسبب في تأخير او حتى اجبار هجوم بري روسي على تغيير المساره يكمن الهمش الحقيقي للاختلاف في النطاق ودقة صورة ودقة مستشارات الاستهدافة فاذا كانت تنظيمة استهداف الجافلين او اجهزة الاستشعار بعيدة المدى من مركبات القيادة والسيطرة القريبة قادرة على استهداف الدبابات المقتربة بدقة من مواقع محصنة او مخفية فمن المحتمل ان يؤدي عدد من صوريخ الجافلين الى اعاقة اقتراب رطل كامل من الدبابات الروسية وقد تحتوي الدبابات الروسية على مستشارات الاستهداف الكافية لتتبع الوحدات المتحركة والراجلة والمسلحة بصوريخ الجافلين خصوصا في الدبابات الحديثة كالتي ناينتي ولكن قد يواجه المدفع الالي في الدبابة مشكلة في تحديد مجموعات صغيرة من المقاتلين اثناء الحركة وفي الوقت نفسه من المرشح جدا ان تعمل القوات البرية الروسية بتفوق جوي او قدر من الدعم الجوي القريب وهو امر يمكن ان يعرض بسهولة المقاتلين الاوكرانيين المكشوفين لخطر كبير للتدمير من الجوفة فالروس قد يستخدم طائرة سيخو 25 للدعم القريب لكن لم يتم رصدها لحد الان ولربما استعيد عنها بطائرات الاليكوبتر المقاتلة في بداية صراع بسبب تدمير منظومة جوية الدفاعية الاوكرانية وقد يختلف الامر خلال الاسابيع والاشهر القادمة بسبب الدعم الغربية وليس من الواضح ما اذا كانت القوات الاوكرانية تتلقى احدث الاصدارات التي تمت ترقيتها من صواريخ جافلين التي تظهر الان مع الجيش الامريكية ولكن من المحتمل ان يكون لأي اصدار من صواريخ جافلين التي يتلقونها تأثيرا كبيرا على الدروع الروسية خاصة ناقلات الجند الخفيفة التدريع تقدم ترقيه الجيش الامريكي المستمرة لصاروخ جافلين المضاد للدبابات نقطة مرجعية مثيرة للاهتمام حيث تعمل وحدة الاطلاق خفيفة الوزن الجديدة من رايثا على توسيع مدى الاستهدافة حيث تشتمل الابتكارة الاحدث المقرر دخولها الانتاج في عام 2022 ايضا على دقة مستشعر محسنة وقفل سريع للتحسين الهجمات اثناء الحركة وقال مسؤولون في الجيش ان الخدمة تقوم ايضا بتصميم رأس حربي جديد للجافلين ايضا ومن المؤكد ان يحرز رطل من الدبابات الروسية في اي عملية برية واسعة لضعف اوكرانيا قرقا كبيرا ففرق القوة بين روسيا واوكرانيا هائل حيث ان الروس يشاغلون اثنى عشر الف دبابة من طرز مختلفة اضافة الى عدة الاف من الدبابات القديمة التي تقبع في المخازن من الحقبة السوفيتيها تتكون قوة الدبابات الروسية الرئيسية من دبابات تي سافنتي تو الاقدم التي تعود الى حقبة الحرب الباردة ودبابات تي ناينتي وربما عدد صغير جدا من دبابات تي فورتين ارماتا الاحدى فعالية التقنية والتي صممت ببرج غير مأهولة وتشير التقارير الغربية الى ان دبابة ارماتا التي تم الترويج لها كثيرا في الصحافة الروسية متطورة للغاية ولكن لا تتوفر الكثير من التفاصيل عنها والسؤال هل يمكن استخدام هذه الدبابات في غزو اوكرانيا يبدو انه من الممكن على الرغم من ان الارقام وخطة الانتاج للتي فورتين قد تدبدبت في السنوات الاخيرة وتشير العديد من التقارير الى ان روسيا تشاغل ما يقرب من 20 الى 14 في الوقت الحالي فقط سؤالة هل الدبابة متفوقة كما تدعي تقارير وسائل الاعلام الروسية؟ على الرغم من ان الصحافة الروسية تفيد بان التي فورتين اسرع واكثر قدرة على الحركة واكثر قابلية للنشر من معظم الدبابات الموجودة الى ان المعضلة الكبيرة هي في قدرة المعامل الروسية على الوفاء بالارقام المطلوبة اضافة الى التكلفات الباهضة وقد افادت التقارير ان التي فورتين تعمل بسرعات تصل الى 89 كم في الساعة وتزن 55 طنا فقط وهذا سيجعلها استطلاعية اكثر وقادرة على عبور الجسور او المناطق الحضرية او الاماكن الاخرى التي قد يكون من الصعب على الدبابة بوزن 70 طن اللي عملهنهك بينما بطبيعة الحال لا يتوفر النطاق والقدرات التقنية الخاصة لمجاهد الدبابات الجديدة للجيش الامريكي لأسباب امنية تشير العديد من التقارير الاخبارية الروسية الى ان مشاهد الاستهداف الحرارية الروسية لدبابة التي فورتين ارماتا قادرة على تمييز اهداف بحجم الدبابة خلال النهار في نطاقات تصل الى 5 كم وتشير التقارير نفسها الى ان المشاهد الليلية يمكن ان تصل الى مدى 3.5 كم وتشير المصادر الى ان شركة تصنيع الدبابات اورالفاغونزافود قد طورت قذيفة من عيار مائة وخمسين وعشرين ميلي متر يتم التحكم بتفجيرها عن بعد لارماتة فورتين وقد تكون هذه القذائف مناسبة للمشات وضد العربات الخفيفة للتدريع والتجمعات الدروعة وقد دفدت تقارير عسكرية ان الصاروخ الجديد قيد التطوير الان من تراز 3UP K21 Sprinter يمكن ان يصل الى نطاق يزيد عن 11 كم وبحسب التقارير فان القذيفة الحالية لدبابة ارماتة من تراز 9M119 Reflex تتمتع بمدى 5 كم يمكن مقارنتها تقريبا بدبابة ابرامز الحالية ويمكن اختراق ما يصل الى 900 ميلي متر من الدروعة ويشير تقرير اخر الى مجموعة واسعة من سماتة T14 الروسية وتشمل مقارنة محددة مع ابرامز الامريكية ومع ذلك قد تفتقل الكثير من توصيفاتها الى السياق الصحيح للمقارنة الدقيقة تقدم التقارير عدد من الحقائق الفنية المؤثيرة للاهتمام حول دبابة ارماتة لتشمل محرك ديزل الذي تبلغ قوته 1500 حتى 1000 حصانة وبحسب التقارير فان محركها اقوى من محرك دبابة ابرامز الامريكية نظرا لامتلاكها نسبة دفع افضل الى الوزنة في حين ان محرك الغاز التربيني لابرامز بقوة 1500 حصان يشاغل دبابة اثقل بوزن 70 طن وفي حين ان التقارير تستشهد بنظام الحماية النشط من توريز افغانيت على متن دبابة ارماتة مدعية انه متقدم للغاية يبدو من غير المرجح ان دبابة تزن 55 طن يمكن مقارنتها باي شكل من الاشكال من حيث القدرة على الصمود امام الصوريخ المضادة للدروع كابرامز الامريكية لكن في المقابل يشير الخبراء قد تكون اكبر ميزة للتي فورتين على الدبابات الامريكية هي برجها غير المأهول والذي يقلل بشكل كبير من مخاطر على الطاقم فالابراج غير المأهولة ربما باستخدام درجة عالية من الاتمتة والروبوتات وادوات التحكم البشرية من مقصورة الطاقم الرئاسية يعني انت قيد التطوير في الولايات المتحدة لسنوات عديدة لذلك ليس من الواضح مقدار الميزة التي قد تكون ان وجدت ولماذا لم تستمر الصناعة الامريكية بتطوير دبابات بابراج غير مأهولة تدار عن بعد اي من مقدمة الدبابة المنخفضة كما في الدبابة الروسية وقد يكمن اهم فارق واختلاف المدى والدقة وتقنية الاستهداف الدقيقة المرتبطة بالمجاهد الحرارية للدبابات فاذا كانت الدبابة في وضع يمكنها من رؤية وتدمير هدف او دبابة للعدو من مسافة مواجهة امنة دون ان يتم اكتشافها بسبب الاستشعار المتقدم هذه الميزة ستشكل علامة فارقة في القدرة على الفوز على الخصمة على سبيل المثال تم الترقية احداث الاصدارات من دبابة ابرامس التابعة للجيش الامريكي باستخدام جهاز استشعار رؤية امامية بالاشعاعة تحت الحمراء فيلر من الجيل الثالث وذلك في وضع يجعل الدبابة تكتشف الهدف والغلقة ثم الرمي من مدية امنة بعيدة عن قدرة الصواريخ المضادة للدروع ومدافع الدبابات الروسية القديمة لكن لحد الان من غير المعلوم ما هو مدى دبابات تي فورتين الروسية وانا يعتقد الخبراء ان تي فورتين لن تدخل الخدمة باعداد كافية ليس قبل عقد من الزمن على الاقل اشتركوا في القناة